هذا وقد تضمنت مباحثات سيسي ميركل كذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية والتي تعد واحدة من الأولويات الأوروبية خلال مباحثاتهما وتتشابه مصر وألمانيا في تعاملهما مع الأزمة للسيامة ما يتعلق بإجراءات استقبال وفتح سبل المعيشة الكريمة لهم بعيدا عن تقييد الحركة في مخيمات لجوء كثيرة هي أوجه التشابه بين مصر وألمانيا فالدولتان تمثلان مركز الثقل لقارتيهما ومنهما يتحدد شكل السياسات الإقليمية تجاه الأزمات الدولية ومنها أزمة اللاجئين ألمانيا الوضو الأهم في منطقة اليورو رفضت التخلي عن دورها في استقبال اللاجئين واتخذت خطوات شجاعة باتجاه حث جميع الدول الأوروبية على فتح حدودها أمام هؤلاء الذين يعيشون نأسات إنسانية حقيقية بسبب الحروب في الشرق الأوسط نحن نعلم أوضاع اللاجئين المأساوية لذا يجب أن تتصرف أوروبا من هذا المنطلق وتعمل على تحسين أوضاحهم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين أوروبا يجب أن تأخذ دورها في هذه الأزمة التي يجب أن تكون في المقدمة أمام مصر فكانت لها تجربة رائدة بعد أن فتحت أبوابها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ دون أن تحدد إقامتهم في مخيمات غير صالحة للعيش وأطلقت العديد من البرامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها كما وفرت البذائل وفرص العمل للحد من هذه الظاهرة ولعل أبرز ما يميز مصر وألمانيا فيما يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين كان في مراعاة حقوقهم الإنسانية حيث قدمت الحكومة الألمانية الدعم المادية للاجئين ووفرت المنحة التعليمية لهم عبر العديد من الوكالات مثل وكالة برو أفول ووكالة أفو ووكالة كاريتاس وغيرها أما في مصر فقد منحت الحكومة كل الترخيص اللازمة لبناء مدارس للاجئين وأطلقت أيديهم لممارسة التجارة دون قيود كما سهلت عمل الوكالات الإنسانية لدعمهم والله الحمد لله رب العامين الأمور بألف نعمل الحمد لله وفضل الله عايشين ومبسوطين هنا من مصر ومصر حلوة وشكل عام هي التي استقبلتنا وهم يجعلنا نعمل كل حاجة وفضل الله مبسوطين المروئين إن شاء الله قضية اللاجئين بتحدياتها الثقيلة أحد أهم بنود المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسجرة الألمانية أنجل أميركل بالقاهرة حيث ترى برلين أن مصر تعد لاعباً رئيسياً وشريكاً مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي للحد من مخاطر الهجرة وتقنين أوضاع اللاجئين وحل الصراعات في الدول المصدرة ترجمة نانسي قنقر